أصوات سوف يقرأ بعض الفصول في الأول المدونة يعني ابتداء الفصول يتكلم على السجل التجاري ما هو السجل التجاري؟ السجل التجاري أولا يكون موجود في كل الأقاليم على مستوى المحاكم محكمة إذن إذا كانت محكمة ابتدائية سيكون تابع الكتابة الضبط سيكون مصلحة اسمية مصلحة السجل التجاري أو تكون في المحاكم التجارية بالنسبة للمدونة فيهم محاكم التجارية هذه تسمى الفرعية سجلة تجارية الفرعية أو المحلية ثم سجل التجاري المركزي وهو موجود في الضربدة واللي كان في المكتب المغربي للعلامة الصناعية والتجارية اللي كان سميه بالفرنسية لومبيك هذا كيحصي اللي كان في المغرب كله حيث هذوك السجلات الفرعية شهرياً كتخوي هذوك المعلومات اللي توصلت بهم تقييدات كلهم كتكبهم في هذا المركز في هذا السجل التجاري المركزي بشي تكون معلومات كينا موجودة في هذا السجل إذن أي إنسان سواء شخص ذاتي يعني محمد ولا سعيد ولا عبد العزيز دار واحد النشاط تجاري حيث السجل التجاري خاص بالتجار بممارسة النشاط التجاري إذن سواء كان شخص ذاتي كيف قلت اسميته محمد عبد العزيز سعيد دار واحد النشاط تجاري خاصه يتقييد في سجل التجاري وتيمكن له يعرض نفسه الأداء واحد الغرامة إلا ما تقييدش كانت يمارس نشاط تجاري وما تقييدش رسوه في سجل التجاري ولكن المهم ما شي هو الغرامة اللي غي تعرض لها المهم هي الحقوق دياله اللي ممكن تضيع له وما تتكونش مضمونة بحال إلا كان مقيد في السجل التجاري حيث تمكلك تمارس نشاط تجاري وانت ما مقيش في سجل التجاري ولكن رمع عندك واحد ضمانات اللي كعطيها لك القانون إن كينش شخص الذاتي اللي تكلمته هو عبد العزيز وسعيد ومحمد وكينش شخص المعنوي اللي هي الشركة اللي كي يتفقوا جوجد الناس أو أكثر وبعد حالات شخص واحد كي خلق شركة شخصية معنوية وكيكون كي مارس في هات الشركة التجارية إنها الشركة التجارية هي بالاسم وبالشكل تعتبره شركة تجارية أنتوك شركة تجارية كي قيدها حتى هي في السجل التجاري باش كتخلاق قانونيا نرى يدير بحال تقييد في الحال المدنية ما الذي نقيده شوية حيني كتجئ أن сто ROBERT آتنا اعتبرو به إنه توجد قانونيا ويوجد قانونيا حيني يكون قابل يوجد فعليا واقعيا ولكن ما يلعد parents مدنية يوجدوا يولادوا قانونيا هكاك السجل التجاري والنشاط التجاري والتاجير متى يتقيد في السجل التجاري اعطي خلاق قانونيا تيحسب رسوليك ساعات محمي قانونيا وعندوا واحد الالتزامات اللي خصو يقوم بيو اذا اي انسان تي مارش نشاط تجاري تخصو يسجل راسو في السجل التجاري حيث السجل التجاري كيعطي واحد ضمانات وكيحميه قانونيا لم نحيت آآ النظام القانوني اللي غادي يخضع له النقص يكون واحد محاسبة ويكون عنده حساب بنقي ويكون عنده واحد الاجراءات اللي تخصو يقوم بها باش يحمي الحقوق دياله هاد السجل التجاري فيه جميع المعلومات اللي كتعلق بهذا التاجير وبالنشاط دياله كتلقى منك يكون شخص داتي يلقوا اسمية والكنية وطاريخ الولادة دياله وفيين التولاد والعنوان دياله فيين كي يسكن هو وفيين كي يمارس النشاط التجاري دياله ولكن اجنبي تنقلوا راح عنده راح اجنبي ولكن قاصر تنقلوا راح قاصر هاد المعلومات كلها كتكون راح هنا الاشارة العموم هنا كندلوا اشهار امام الاغيار امام العموم تنقلوا للناس انا انا اوجد انا موجود انا هنا قانونا انا تاجر سيروا بغيت وتعرفوا المعلومات على النشاط ديالي وانا شكون انا راح سيروا للسجل التجاري وغادر يتقوا هاد المعلومات ان هاد الاشهار تهو كي يحميه وكي يعطي واحد الفكرة اللي بغي يتشاور ولي بغي يشوف شنو كين ولي بغي يعرف هاد شركة اللي غي يتعامل معها شنو فيها كيمشي استجيل التجاري وتيمكن لو يجبد واحد مستخرج اللي فيه المعلومات على هاد آآ الشركة او لهات الشخدات اللي كي مارس النشاط التجاري ان هو ايضا عنده واحد دور من غير الحماية عنده دور ديال الاشهار آآ آآ لدى العموم بانه هاد سيدارا كي مارش مكي مارس نشاط التجاري